فاكهة النكترين تشبي إلى حد كبير الخوخ ولكن طعمها مختلف وذات مذاق رائع ومميز ولها الكثير من الفوائد الهامة لصحة الجسم فاكهة النكترين هي أحد الفواكه الموسمية الرائعة واللذيذة فما هي فوائدها وما القيمة الغذائية التي تحملها للجسم إليك أهم المعلومات والفوائد عن فاكهة النكترين ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يساعدنا كثيرا تابعونا فاكهة النكترين هي أحد الفواكه اللذيذة جدا والتي تنحدر من عائلة الورديات العائلة التي ينتمي إليها الخوخ والمشمش ولكن فاكهة النكترين تتميز بجلدتها الملساء التي يتداخل فيها اللون الأحمر والأصفر ولبه الأصفر أو الأبيض وتحتوي فاكهة النكترين على نسبة ممتازة من مضادات الأجسد والألياف كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدا من الفيتامينات والمعادل المختلفة فوائد النكترين تحسين الهضم إن احتواء فاكهة النكترين على نسبة عالية من الألياف يجعلها ممتازة لتحسين صحة الهضم وذلك عبر تنظيم حركة الأمعاء والتغوط ومنع مشاكل الهضم المختلفة مثل الإمساك وقرحة المعدة تساعد في الحماية من فقر الدم يعتبر الحديد من أهم المعادن التي تدخل في صناعة خلايا الدم الحمراء والتي قد يتسبب نقصها في الإصابة بفقر الدم ومع أن فاكهة النكترين ليست مصدرا جيدا للحديد إلا أنها تحتوي على منسوب ممتاز من بيتامين سي ويساعد بيتامين سي على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم لذا فإن تناولك لفاكهة النكترين سوف يساعد على حمايتك من فقر الدم تساعد في تعزيز المناعة تساعد فاكهة النكترين على تعزيز أنظمة المناعة في الجسم إذ أن احتواء النكترين على مجموعة من مضادات الأكسادة مثل الزينك وفيتامين سي يجعل تناولها عاملا مساعدا على الحماية من العدوى والالتهابات كما أن تناول النكترين بانتظام يساعد على تقليل فرص الإصابة بالميلاريا والزكام وعلى تسريع شفاء الجروح تساعد في خسارة الوزن الزائد إن تناول فاكهة النكترين يساعد على تنظيف الجهاز الهضم عموما ومنع تراكم السموم خاصة على جدران القلون الأمر الذي يساعد على خسارة الوزن الزائد كما أن فاكهة النكترين تحتوي على مركبات قد تساعد على محاربة السمن عموما أو الأمراض المتعلقة بالسمنة مثل مرض السكري ممتازة للحامل بسبب غنى فاكهة النكترين على كمية من المعادن والفيتامينات فإنها تعتبر وجبة خفيفة مثالية للحوامل خاصة مع محتوها من حمض الفوليك الضروري للحامل ويساعد محتوى النكترين العالي من البوتاسيوم على منع حصول تشنجات عضلية قد تضر بالحامل كما أن محتوها من فيتامين سي يساعد على النمو السليم والصحي للجنين في رحم الأم تساعد في الحماية من نقص البوتاسيوم من الممكن لنقص البوتاسيوم في الدم أن يتسبب في أمور خطيرة مثل ضعف عضلة القلب واضطراب إيقاع القلب وبسبب احتواء النكترين على كمية كبيرة من البوتاسيوم فإن تناول النكترين بانتظام يساعد على منع الإصابة بنقص بوتاسيوم الدم النكترين ومضادات الأكسدة النكترين لديه القوة المضادة للأكسدة رائعة مع كمية لبأس بها من مادة البوليفينول ومحتوى فيتامين سي والكاروتينات مثل البيتا كاروتين وجلد هذه الفاكهة لديه تركيز أعلى من هذه المكونات بالمقارنة مع اللب حتى ومجرد غسل الفاكهة بشكل صحيح وتناولها غير مقشرة هذه المواد المضادة للأكسدة واقية من الجذور الحرة وتساعد في تحييد الآثار الضارة لجزيئات الأكسجين الحرة العناية بالعين النكترين يحتوي على اللوتين وهو أحد المغذيات الهامة التي تشجع صحة العين ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي المرتبط بالعمر بالإضافة إلى هذا البيتا كاروتين في النكترين يساعد في إنتاج فيتامين A ويساهم في الحفاظ على البصر ويمنع أمراض مثل العمى وجفاف العين صحة القلب الاستهلاك المنتظم لفاكهة النكترين يساعد في الحفاظ على القلب والأوعية الدموية وحمض الكلوروجينيك والأنثيوسيانين الموجودة في النكترين تساعد في خفض الكوليسترول السيء وتمنع تصلب الشرايين وتشجع الحركة السليمة للصفائح الدموية بالإضافة إلى أن مركبات الفلافونيد الموجودة في النكترين تساعد في الوقاية من ارتفاع تراكم الصفائح الدموية وتقلل من خطر تطور تصلب الشرايين تساعد في الوقاية من السلطان فاكهة النكترين تحتوي على حمض الكلوروجينيك وهو مركب طبيعي له فوائد صحية متعددة بما في ذلك الوقاية من مختلف الأورام والسلطانات مثل سلطان القولون بالإضافة إلى أن تناول النكترين يوفر الحماية ضد سلطان الرئة صحة الجلد بيتامين سي الموجود في النكترين يساهم في إنتاج الكوليجين ويساعد في الحفاظ على الأنسجة وحتى يحافظ على نظرة الجلد بالإضافة إلى ذلك اللوتين الموجود في النكترين يحمي الجلد من ضرر الجذور الحرة وحمايته من الأشعة فوق البنفسجية صحة الخلايا النكترين يحتوي على الفوسفور وهو معدن أساسي والذي يلعب دورا هاما في سير الخلايا والأنسجة الفوسفور في النكترين يساعد في تكوين أسنان وعظام قوية ويساعد في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون بل يمتد دعمه في صيانة وإصلاح الخلايا ويساعد أيضا في عمل الكلا وتقلص العطلات ومعدل دربات القلب الطبيعي والاتصالات العصبية تمتم سالمين ومع تمنياتنا لكم بدوام الصحة والعافية شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته